اشتركوا في القناة 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 هي مافيات الفساد في البلاد والتي عملت على رفع اسعار الوقود للحيلولة دون وصوله لمعامل الطابوق التي تعمل بواسطتها لارغام هذه المصانع في نهاية المطاف على اغلاق ابوابها واجبار المواطن العراقي على شراء الطابوق المستورد من دول اخرى على رأسها ايران التي تسعى جاهدة ليكون العراق تابعا لها في كل شيء كما ان النفط صدوا لا يكونوا يحلون على الغاز الغاز لا تنجح سوف يوقفون المعامل الملالة لا يهمهم شيء سوف يتضرر والمالات لا يهم شيء ولا يهم الدولة سوف تطيخ براس من وبراس العامل وعلى الرغم من أن مئات العمال تشكل تلك المعامل مصدر الرزق الوحيد لهم يبدو التقصير الحكومي جليا وفجا في عدم اكتراثه بهؤلاء حيث الحلول واضحة المعالم للجميع لكن عيون الجهات الحكومية المسؤولة يبدو أنها لا تريد رؤية أي من صور هذه المأسة الحكومة المفروض تجيب قانون قوي بالسيطرات ممنوع يدخل الطابق الأحمر ممنوع يدخل البلوك الإيراني المستورد التركي كلها ممنوع يدخل وممنوع يدخل الكاشر العراق لماذا المعامل؟ ما هو وراك؟ باوع صور وراك المعامل اشتاقر والطابق ومعطلة لا أحد يشترمهم يجبون من بره مستورد ويطلعون العملة الصعبة بره الدولار زين تنظر بالمصالح كلها المواطنين هنا آلاف مؤلفة بين المواطنين بين السواق الوريات بين هالمعامل بين هواي شغلات كلها مضروب الشغل وقاعدة عالم على الطالة بطالة ويبقى المواطن العراقي ضحية للفساد الذي استشرى في جميع مناحي الحياة ويبقى مصير معامل الطابق في منطقة النهروان وغيرها من مناطق العراق رهين صحوة حكومية لا يعول عليها البتة عمال هذه المعامل اشتركوا في القناة